تاني وتالت والف كل الدعم لأي لاعب في منطقة مصر كل الدعم بس الكابتن عادل قال نقاط في منطقة الأهمية المدير الفني بيبقى يلوت لكم في الأول إنه له بعض الأمور الفنية اللي بيبقى هو عايزها عايزها من اللاعب على فكرة ممكن مثلاً مثلاً سين من اللاعبين ما بيعملش غردور واحد تركز معايا في دي بقى نقطة ما أنا قلت سين عشان مش عايزة مسأل باسم في مهارات المدافع مهارات اللاعب الوسط مهارات المهاجم هو ما بيعملش فيها غير مهارة واحدة وفيه لعب آخر بيبقى عنده مهارتين أو تلاتة من مهارات مثلاً لعب الوسط فيروح المدرب يختار اللاعب اللي عنده مهارة واحدة ليه؟ بتوعى تستغرب يا عم دا ما بيعرفش يعمل غير تاكلينج ما بيعرفش غير يخطف الكورة ما بيعرفش بصيحة يعني فههم؟ وتقول دا فلان دا بيعرف يعمل كذا وكذا وكذا هو ممكن بقى المهارة الواحدة دي هو بس أو هي بس اللي محتاجها كالوس كيروش في المطش دا أنا مش عايز لعب يكون عنده تلات مهارات كل واحدة فيهم ياخد فيها مثلاً ستة من عشرة واحد تاني عنده مهارة واحدة بس ياخد فيها تمانية من عشرة هاختاره هو عشان أصلاً في طريقة لعب مش عايز غير المهارة دي منه في التوظيف في لعبة الشطرانج دي أنا مش عايز من الراجل دا غير المهارة دي بس عشان بيديني فيها تمانية من عشرة والباقي مش عايزه الباقي اللي جنبه هيعملها أنا عايز من دا تمانية عايز من دا المهارة دي بس اللي بتمانية من عشرة اللي عنده بقى تلات مهارات في وسط الملعب كل واحدة فيهم ستة من عشرة لا أنا مش عايز التلاتة دول أدام مش هيديني منهم ولا واحدة تمانية من عشرة مثلا أنا بقول لك المدرب بيقعد يفكر إزاي عشان كده تفصلتك غير تفصلته أنت بتبقى شايف يا محمد شريف هداف الدولي ولعب عظيم على عيني وعراسي ما قلتكش إنه هو مش لعب عظيم أنا بكلمك بسود كالوس كيروش ما قلتكش إنه هو مش لعب عظيم ما قلتكش إنه هو مش معايم كبير بس أنا اللي بيعمله محمد شريف في منتخب مصر في المطشين دول مش هبقى محتاجه هبقى محتاج حاجة تانية هبقى مثلا مثلا أنا بالنسبة للمهاجم الصريح اللي هو مصطفى محمد أو مران حمدي أنا مش في دماغي إنه هو يجيب أصلا أهداف أنا في دماغي إنه ينزل مثلا يضغط على لعب رقم 6 في المنافس اللعب الوسط المدافع يدايقه وطلع بالكرة يزهقه يخطف منه الكرة فتوصل لمحمد صلاح ولا عمر مرموش ولا تريزيجيه وهم اللي يجيبوا الأهداف فدي شغلانة المهاجم الصريح في دماغي أنت في دماغك إيه كمشاهد لا أنا المهاجم صريح بالنسبة لي هداف هو اللي يسجي الأهداف لو ما سجلش هداف يبقى مش مهاجم هو بقى طريقة لعبه أنا المهاجم ده له دور في الملعب غير تسجيل الأهداف وعندي جناحين هما اللي هيسجيوه الأهداف لما المهاجم يعمل دوره في قطع الكرة مثلا أو تعطيل اللعب أو تعطيل بنا اللعب من المنافس تفاصيل فنية وتكتكية كثيرة جدا جدا أنت مثلا لما بتبص على منشستر سيتي تلاقي مثلا بيب جورديولا ما بيلعيبش خصص مهاجم مواعد على الدكة ويلعب مثلا في الفودين مثلا فتقول هو الراجل ده أنت عندك مهاجم صريح بره أنت بتلاقيبش ولا واحد مهاجم صريح لأنت كل دول لعيب توسط هو شايف أصلا في الفودين ده مش هو اللي يسجي الأهداف مش فري ما هو اللي يسجي الأهداف هو له دور في الحتة بتاعت التالت اللي في النص دي وعندي بقى على الشمال ستيلنج وعندي على اليمين محرز هما اللي هيروح يجيبهه الأهداف مثلا عندي دي بروين وراهم هو اللي هيروح يجيبه الأهداف لكن الراجل ده هبقى لا هيبقى له شغل تيك تيكي وفني غير أنه يبقى هداف ويعمل الكرة براسه ويعمل ده بكي غير الحاجات دي كلها اللي انت تبقى مستنيها من المهاجم التقليد زي ما كنت بتفرج طول حياتك على الكرة دي تفاصيل أكيد بتبقى عند المدرب أكيد بتبقى عند المدرب زي ما قلت لك أحمد حسن كوكا متقلق جدا للفترة الأخيرة ليه مش موجود في المنتخب عشان بس ما كانتش موجود في المعسكات الأخيرة هيبقى اللهو الدور في الفترة اللي جاي طيب هل أنت كنت متوقع أن أفشة يبقى ليه دور في مباراتية تصفات كاس العالم ما كنتش متوقع خالص طيب هل أنت أصلا كنت متوقع استبعاد أفشة في كاس الوام الأفريقية لا برضو إذن فالراجل عنده مراحل أنا مرحلة كاس الوام الأفريقية دي محتاج اللعيبة الفلانية أنا مرحلة تصفات كاس العالم دي محتاج اللعيبة الفلانية لما نوصل بإذن الله بإذن الله يا رب كاس العالم ممكن كل اللعيبة اللي أنت عملت تكلم عن يوم دول يبقوا بيدعبوا في كاس العالم وفي لعيبة موجودة دلوقتي متبقى شموجودة دنيا بتتغير وأدوار بتتغير وأهداف بتتغير وتموحات بتتغير كل حاجة من دي لها الموظفين بتاعها اللي بيتوظفوا ليها اللاعبين بتاعها بس ده فيما يخص قال قائمة المنتخب محمد هاني زي بحركم ملوش حظ مع المنتخب يعني في القائمة دي بسبب الإصابة اللي اتعرض لها في مطش المريخ السوداني هاني جالوا اتصال قبل إعلام قائمة مباراة السنغال ومكالمة كمان لطبيب النادي الأهلي اتقال إن هاني عنده إصابة في العضل الضم ومحتاج كم يوم عشان يرجع وإنه هيعمل أشعة عشان كده تم استبعاده ورغم موجود جواز سفره مع جهاز المنتخب والتأكيد في أكثر من اتصال مع واق الجمع إنه هيكون موجود لكن الإصابة بعدته وده اللي قلناه لكم من زمان جدا من بعد كاس الأمر الأفريقية إن محمد هاني هيبقى موجود مع مصر في مباراةية تصفات كاس الألم بس حظه العاثر ما خلوش موجود في الكلام بسبب إصابة مباراة المريخ وعمر جابر راجل شايل المسئولية له خبرات كبيرة وعمر كمان عبدالواحد تألق كثيرا ترجمة نانسي قنع